يا صباح الخير صباح الأنوال صباح المحبة والصفاء الأحلى وأغلى مستمعين دينا فيما كانت شو صباح الخير عليكم مغربة العالم الجالية العربية ناس لي في البيوت ديالهم والناس لي في العمل ديالهم فكن نقول لكم يا صباح الخير ومرحبا بكم دائما وبكل فرح فككل يوم ثلاثة كيكون معنا الدكتور كمال عباسي أخي الصائف تقويم إعوجاج الأسنان صباح الخير دكتور صباح الخير الأخت طهراء صباح الخير كل المشاهدي والمستمعين دي الراديو بلس والقناة تلفزية وصباح الخير البلاطوتة والجميع أكيد صباح الخير سعيد الودادي تصوير حلقة اليوم وصباح الخير خديشة مرحي في الإخراج واليوم في موضوعنا غد يكون مشاكل الأسنان دائما كنت تكلمو على مواضيع اللي كتهم صحة الفم والأسنان ولكن اليوم ما فغد ينتكلمو عند كبار السن كان عارفوا بزاف الناس اللي كيكونوا كبار جدودنا الأباء ديانا كيخافوا يمشوا عن طريق السنان كيكونوا إما مصاحبي الأمراض مثلا كالسكري فكيقولوا أنه ما خصنيش نمشي نداوي سناني كيكون تخوف هو باش نبدأ في هذه الحلقة هذي دائماً غادي نظروا على الوقاية والوقاية خيرون من العلاج إلا بغينا نوجده ولا تكون عندنا أسنان في الكبار يعني من ستين الفوق بسنان صحة جيدة خاصة يبدأ هادشي مبكراً يعني كيبدأ هادشي من الأطفال ديانا هاد الأطفال ولا المراهقين ولا الشباب ولا روح الوقت غادي يقول لي يكبر في السن وغادي يقول لي حتى هو في السن دي الستين والآخرين إن شاء الله نتمنى لهم طول العمر دونك فهذه المسألة هذي شحال مما كنا كنمشي عن طبيب جراحي الأسنان وشحال مما حافظنا على الأسنان ديانا يعني من السوسة من أمراض للتام من أمراض دي العظم وحاولنا عليهم كنقدروا في الآخر يعني في ستين وسبعين سنة وما فوق نحافظوك وكينين كنشوفوهم ناس كبار الأباء ديانا والجهودنا لي عندهم الأسنان ديانا محافظين عليهم بصحة جيدة علاج لأنه كانت واحدة العناية العناية اللي كانت من نمط دي العيش دي الجدد ديانا والأباء ديانا ما كانت شبح الدابة من كثرة السكريات وكثرة المسائل هذي اللي كي خلقوا السوسة والمسألة الأخرى أنهم كانوا عندهم واحد العادات مزيانين للتفقدات الدابة لذلك احنا كنعوضو قبل أباء ديانا واللي كانوا كي حافظوا على أسنانهم ما كانش عندهم تكزير زيارة السنوية ديال طبيب جراح الأسنان وكينحنا كنأكدو عليها علاش لأن النمط ديال النمط الغدائي ديال نتبدل فاش تبدل النمط الغدائي ولا تكترة السكريات ولا تكترة الحوامات ولا تهدو كلهم واحد المسائل اللي كي أطروا سلبياً على الطبقات ديال الأسنان والطبقة الأولى اللي كان نقول لها المينة يعني فاش كيكون هاد هاد الزاقريسيان ولا هاد الآثار على الأسنان لا بدما كتتأطر السنة والأدراس وكيولي مع الوقت كتولي ظهور ظهور واحد الشكل من هاشاش ديال الأسنان اللي كتولي إلا ما حاولناش عليها إلا أولا إلا ما ما عالجناش أقرب وقت كتمشي الضياع ديال الأسنان ديالنا كيما قلتش شرتيلي في اللول للنظهرة بالنسبة بالنسبة للكبار خاصنا نعرفو أنه في ذاك في ذاك في ذاك الوقت في ذاك العمر يعني فاش كنقوله ستين سبعين سانات مانسانة بزاف ديالناس ولا بزاف ديالناس في هذا العمر كيكون عندهم واحد الأمراض كيكون عندهم واحد الأمراض منها المرض السكري منها منها الأمراض ديال القلب وهذا الشي احنا دائما نرجعو وكيما ما قلنا الوقاية كتب دا من الصغار هنا كنفتح قوسين بالنسبة الكبار اللي كيوصلوا ستين سبعين ثمانين باش نعيش مزيان في الحياة ديالي ونكون بصحة جيدة ماشي غي ديال الأسنان ولكن ديال الدات ديالي خاصني الراعي الصحة ديالي من الصغر يعني التغذية تكون عندي كان حظي معاها ما نكترش من السكريات من الدهنيات تكون عندي واحد نمط عيش مزيان نكون ندير واحد الرياضة ولو احنا دائما كنت تكلموا للأطيب باكي يقول لك واحد غي واحد نسبة ديالي المشي في النهار كتجدد لك ديالك الدورة الدموية كتعطيك واحد كتعطيك واحد القفزة واحد نوع ديال ديال الصحة الدات اللي كتعطر لك إيجابيا على الدات ديالك وعلى حتى العقل ديالك لك هاد المسألة هادي مهمة بزاف لذلك إلا تتابعنا هالشي حافظنا على الصحة ديالنا صيغر كسس والدات ولا كسس والأسنان راه من بعد في الأخير فاش غن نكبرو راه غن نلقاو الصحة ديالنا كي ييشو تبارك الله تسبعين ثمانية تسعين سنة هو معدو شي مشكل ما عندوش مشكل علاش لأنه كان قام وجدك شي من قبل وفهذا المسألة هادي بالنسبة للناس اللي عندو مع المشاكل ديال الصحة مثلا بدو بال بدو بالضيابات يعني بالسكري هنا هنا يفوف تخيز انتنسي سمح لي يا دكتور غير بعض المرات كيكونو الانسان لاج كبير كيفما قلتي ستين حام وكيكونو عندو بعض الامراض وكيشرب بعض الادوية وهذيك الادوية هي كتأثر على الاسنان كين على حسب كين مثلا شي ادوية اللي كتنقص من الكالسيون مثلا كين شي ادوية اللي كتقدرة تزيد إلا كان هنا لك مشاكل ديال البغوصاج ولا مشاكل ديالطبقة البكتيرية كينة كتزيد الانفلامسون من السيالان ديال الدم يعني ما كيوصلش مزيان الواحد مثلا الادراس وما كيوصل لها دي كيقدرش كيكونو مشاكل بالفعل كينو واحد الادوية اللي احنا ملزومين ولا ذوك الناس اللي خصوم ياخدهم رخصوم ياخدهم ولكن كتكون موازية مع ذلك السلاب دا ما تكون الاستشارات طبية في هذه الحالات لأن الاسين ولا دوكل العلامات ديال الالتهاب كتكون مخبية شوية لأن مثلا بالنسبة الالتهاب اللي كينقصوا من السيالان ديال الدم كتولي نافلامسون كتنقص ما كتبانش وخال واحد عنده واحد الالتهاب كيولي ما كيبانش وكهادي المسائيل حتى بالنسبة الادوية الواحد يحضي وباش نراجعه بالنسبة السكري السكري منين كتكون الزيادة ديال السكر في الدم هذه كتولي غني نقول بزاف ديال المسائيل اللي نورمال مخصد دال ما كتداش بطريقة صحيحة منها مثلا المقاومة الالتهاب يعني هاد الناس هدو كيكونوا دغية عرضة للالتهاب والتعفون يعني بالنسبة لي أن واحد السيد والسيدة اللي عندها السكري خاصها تكون الاستشارة طبية مرات مرات في السنة لأنه أي حاجة اللي كتبان دغية كتولي في الحالة كتتضاعف واحد للفترة وجيزة وشنو والسبب ديالو كيكون في الاتجاهين يعني أن السكري غدي أطر على الأسنان سلبيا وحتى لك المشكل للأسنان غدي أطر على السكري لأن كيتقدر يكون دك تعفون رعبين وكيقدر يلخل كيولي خونيك يعني كيولي بحلة ينقص وكيولي دائما لابسكين وهذا لابسكين هو اللي كيشكل عدم التوازن السكري وخا كيمشي عند الاختصاص وكيعطيه الدواء وذلك شي كي القدائم من السكري عنده طالع هابط طالع هابط وكي منذ ونقلبه وكي القاوب لأنه عنده مشاكل في الأسنان دياله واضح طيب بعض الناس اللي كيخافوا من أنه ما يمشوا عن طبيب السكري على وديت الدم كيكولك ما خصش إنسان اللي عنده السكري يدوز له الدم كيكون هات تخوفات أو هاد هو دائما أول حاجة المريض اللي عنده السكري إلا كان في توازن طبيب جراحي الأسنان في أغلبية التدخلات دياله كياخدوه كمريض عادي تقريبا يك إحنا لابد دم كناخدو الاستشارات للطبيب دياله ديال 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 المشكل اللي كيتطرح هو هادك اللي ما متوازنش اللي عنده السكر ولكن ما كيدير حميا ما كيتبعد ما كيدير هادي ما كيدير هادي يعني كيكون عنده واحد كيطلع لأربعة جرام وكيهباط وكي كيكون واحد فمتي عدم توازن نهائي ديال في تطرح المشكل ولكن راه الناس اللي فيهم ديال ديال لا بدهم يرقبوا الحياة ديال 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 لأن ديال 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 راه غير سنان راه كل شي راه راه الناس اللي فقدو الرجلين ديال 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 غير بالمشاكل ديال عدم توازن ديال السكري ندوز المسألة الأخرى اللي مهمة بزاف هي للناس اللي عندهم اللي كارديو باتي يعني اللي عندهم مشاكل ديال القلب حسنا نعرف أن الكائين اللي عندهم بعض الأمراض ديال القلب أخاص هم يديروا استشارة طبيعي عن طبيب جراحي الأسنان تكون دورية تهي مهمة بزاف لأن بعض الأمراض دي القلب تضحف في القلب وكيمكن بعض الميكروبات اللي كيكونوا في الأسنان منها تعفون ولا منها السوسة ولا منها المشاكل دي للتا تمشي وإلساك خوش في القلب يعني كتتلصق فيه كتقدر تسببها بحتل الوفاة علاقة بل مشكل دي للتعفون دي للدرسة وكهذه المسألة هذي بالنسبة للناس اللي عندهم مشاكل دي للقلب خاص لاب دا لاب دا ما يمشيوا عن طبيب جراحي الأسنان ويقلب لهم جميع الأسنان ديالهم وتكون المسائل البينين بالنسبة للناس اللي بحراكو اللي يخص نغمنا مويدرها أي واحد ولكن بالنسبة للناس اللي مراد بهذه الأمراض خاص مثلا خاص لودي تعتراش انفواء في العام ونعم بعد غلي نطلب منك نديروا واحد الحلقة اللي نضروفها عليه ديت نقطعاش والأمراض ديالتها وكيفاش نعالجوها لأن بزاف ديالناس كيقول لك وديت نقطعها جميع بزيان شو كيدر لي وكيفعل لي ذاك شي خاطع نابع بين قوسين ديت نقطعاش واحد المسألة اللي مهمة مهمة بزاف وإليك بنيفيك يعني كتعطيك هي إيجابية 100% وما فيهاش سيليبية وهالو ما فيهاش سيليبية بالنسبة لي ما فيهاش سيليبية بما أننا كنت تكلموا عليه بزاف الناس لكيقول لك أنه يخلي فراغات فراغات لأنه علاش لأنه هنا يا قدي نصب قوة لكن نظرك غين جاب لك غير واحد الحازة غير على هاد المسألة الفراغات علاش لأن اللتا فش كان الكالكير اللتا رفهم ديالها تبدلات تبدلات وخدت واحد المساحة والكالكير عمر دوك البلايس يعني عادي جدا فشان ديروا اللي ديتات ونحيدوا الكالكير ونحيدوا والاخر رال الحمل اللي كانت في الموضعية ديالها اللي مشي مزيانة قدي بنواحد الفجوات واللكن بعد غير ترجع وسي نغمال تكون واحد للسنسيبليتي علاش لأن داك لو تغطوا داك الكالكير كان مغطي داك شي بحل حامي من تأثيرات الخارجية ولكن ديتات ترجمة ما دارت تشي حاجة نيغاتيف يقولك راله أرا كانت عندي واحد حساسية سي نغمال تكون حساسية وسي نغمال كان عطيه واحد لكوتيار ولا كان قدرنا نعطيه واحد المادة ديال الكالسيوم ولا ديال داك السنسيبليتي ما سي تطفي نعمال حاجة هادية في اليومين تلسيام بعد كنقولش لقاء الناس غادي توقع لهم اللي كان عنده واحدة السنسيبليتي كتكون تخوضي طوار يعني كتكون واحد نهار يومين تلسيام واحدة السنسيبليتي كان عطيه الدواء باش يقاوم هذه السنسيبليتي وصافي علا ما كانتشي حاجة نيغاتيف تشي حاجة سيدوية واضح ولا مشاكل ديال السوسة المسائل كلهم خصوهم هادو منوعين على هاد الناس اللي كيكون عندهم زيادة نعال التالين عندهم مشاكل في البومون هادو التهمة اللي كيكون عندهم بعض الامراض تقع الامراض هادو اللي كيقصو فالدات في العضلات وذلك شي كتكون عندهم لانك هادو الامراض هادو كيتأطروا وكيوليوا ضعاف ودورة ودورة الدموية كتديم عها الحاجة بوزيتيف ونيغاتيف يعني راكتدوز على الاسنان وفاش كيكونوا حتى تعفون نرى جميع الدات كلها راكتدوز كيتسلوف هادو كل الميكروبات يعني إلا كانت حنا عدنا واحد هاد نقولو الراجل والسيدة اللي كتكون سليمة وعندها صحة جيدة كيكون عندها المقاومة دلاتي يعني هي برأسها كتقاوم كتقاوم عندها واحد دفاع ولكن الناس اللي كيكونوا ضعاف كيكونوا كبار في السن وكيكون عندهم هاد المشاكل هاد العضوية وهاد المشاكل الامراض اللي كيكونوا اللي كنقولو اللي كيكونوا مدى الحياة كيضعفوه من الدفاع ومن المقاومة دل هاد هاد المشاكل وهاد الميكروبات اللي كيتسلوف الدم اللي جيين من تعفونات دل الأسنان ومن الأمراض دل السوسة طيب حل مثلا هاد الأمراض اللي تكلمنا عليهم اللي من هم سكاري اللي من هم أمراض القلب والأمراض اللي كتكون مزمينة على الناس خاصهم يمشوا عن طبيب الأسنان يكون عندهم واحد واحد استشارة واحد استشارة غالي نقولو على الحساب يدير استشارة مرة والجمرات في السنة باش يويتبع البروتوكول مع طبيب جراحي الأسنان وهنا كنفتح واحد القوس واحد آخر أن اللي زين بلون كيمكن لهم يديرو فأخلا بالنسبة شوف بالنسبة للناس اللي كبار كيمكن لين يديرو تقويم الأسنان تقويم عوججل الأسنان كيمكن لين يديرو العدس فات المادينية يقدرو يديرو يقدرو يديرو يقدرو يديرو هاد المسائل كلها اديرو يقدروو يقدرو يديرو يقدرو يديرو يقدرو يديرو لإزام لا يمكنك أن تضع للمساعدة إذا كان متوازن لك تستطيع أن تكون واحدة لذلك جميع المسائل يمكنهم أن يستطيع عملية جراحية مثلا يحيط درسة إذا كانت درسة العقل إذا كانت مازالة داخلها و تستطيع مشاكل يمكن أن يحيطها بصفة عامة يقدر جميع المسائل والتدخلات ولكن إذا كان لديه أمراض مزمينة يجب أن يستطيع استشارات طبية المشكلة التي تستطيعنا مثلا في المركز هو أن هناك ناس يخبئوا الأمراض وهذا شيء لا يزيد هناك مثلا هناك سكر ولا يوجد القلب و يأتي الطبيب جراحي الأسنان و تقول أن في الأول يجب أن نعمره وما بين المسائل لماذا لديك مراض مزمين وما بينما يأخذ وما بينما تأخذ وما بينما يخبئوا خطر عليهم لأنه يقول لك أنه يقول لك تأخذي الورقة ولكن تشرف الصالح إذا لم تقرأ أولئك إذا كنتهي من خطر أو أن يعطي بأس المسائلة أو أنه يجب لك ورقة أو أنك إذا كان عندك مثلا المشكلة مثلا المشكلة السكارية و أنك ما توازن لو عندك مشكلة لديك أربعة قرام أخرى يمكنك تشكيل خطر على الحياة هذه المسألة مهمة كثيرا في الناس لكي يمشون عن طبيب جراحي الأسنان يقولون له كل شيء صراحة نعم واضحة طيب بالنسبة للناس الذين لديهم تقم الأسنان لا بغاية بعد المنرس كتسبب التهاب لتها هي شوف بالنسبة لحالات هذه أول حاجة مع هذه المسائلة البروتز باقسيال التي تعود إلى الأسنان هذه أولاد كنسميها بروفيزوار هذه واحد الزبا غي اللي نغمال من جاوزه ما بقعوش نغمال من خاصة الواحد يعرف بلي أن كين حلول كين لازم مثلا ما كانوش الأسنان كاملين كيمكننا نديرو مثلا غي واحد لديو فيس ونقدرون نديرو نبروتز كلها تطال على دو فيس ولا كات فيس وكتكون هزان الفوم كامل وما كيتحدلك موالو كتكون واحد وكيمكن الواحد يأكل بلا ما كيطاح له الفوم ديالو بلا ما هذه مهمة بزاف علاش لأنك نحافظ على العظم الباقي وما كن أطرش على الأسنان لأنه واحدة بخطيس باقسيال اللي كتقولي لي عليها هذه كتكون متكي على الأسنان أخرين وهذه الأسنان أخرين غالي يتهلكوا وما كين شحن موحد يدر لباقي معه ثلاثة سنان ربعة ومتكي على ربعة سنان أهدوك ربعة سنان مع الوقت كي يخدو القوة سلبية بعد واحد الوقت ثلاثة سنين ربعة سنين خمسة سنين تحت لهم هدوك ثلاثة هو غادي كوكين تعويض ديرهم هو الامبلان وهو دابا في شي مرات ما كان ديروش بزاف ديالي زامبلان كان قدرون مثلا ثلاثة سنينات ولا أربعة كان ديرو غير ديز امبلان المهم كين تعويض الواحد خصو المهم هو في الحقيقة احنا اللي كنتمنى هو الكوفيرتور مثلا السوسيال وذلك شيء كتدخل هاد الأنواع ديال هاد الأنواع ديال العلاجات اللي ولوا دابا ضارورين على ما كان ديروش مثلا مثلا فاش كان قولوه تخيط من أخطو لنتيك مثلا كان لقاوه في الميتويل أنه تقويم عواجاج الأسنان كان لقاوه من أبارتير دوزن كتورزن كي تتحسب أستيتيك ووارا ماشي أستيتيك ووارا وارا في الصالح ديالالا كمباني لأنه إلا ترتي تقويم عواجاج الأسنان في الأدولت وقاديت إسنان ديالك ركت تحافظ عليهم يعني إلا كنوا معوجين ومدائرين ركتشكلوا أرى هم أبراسهم ديالك الأسنان غادي طاحهم بعد يعني غادي يوليوا دائماً مشاكل أخرى اللي كتطرح وكيتولي انتها هي مصارف أخرى وكيتطاحوا لك الأسنان وخاص لذي يعني هذه المسألة هذه خاصة أنهم المخص يكون فيها واحد الرؤية في هذه المسائلة أكيد دكتور كامل عباسي مشا معك الوقت بالزربة كين بزاف الحويجات اللي كان خصوصاً عند كبار السن مثلاً كالكسور ديالأسنان كيفاش كيتم العالجها بزاف الناس كيتخوفوا من سرطان الفم عند كبار السن ولكن الوقت مشا بالزربة أكيد بالنسبة للسرطان هو دائماً فيما حتى هذه المسألة هذه مهمة أكيد كين سرطانات في الفم دائماً الواحد خص نرده البال أنه فاش كيلاحد شي حاجات نفخات ليه ولا شي حاجات كتكبر ليه أي حاجة اللي كي يشوفها مشي يديك وخامت ضروش وخامت ضروش ولا في شنافة دياله ولا شي حاجة قصلاً بدي يجي أقرب وقت باش الطابيب الزراحي الأسنان يشوف ديك الحالة وشي مختلات كان قدرون ناخده كان قدرون ناخده واحد شوية من هذيك هذيك الحالة اللي خرجت ليه ولذيك الانتفاق ولا وكي قدري تاناليزه لا قد شحال ما كانت سنى وشحال ما كان المسألة تقدر ندوزه هذا واحد المسألة اللي كانت غادي تكون سهل باش تحل في الأول ولا نقدرون نح تقول مسألة في الأول وكي تصعب مع تهاو وشحال ما كان اللي يخلي ديك المسألة يقول لك ره دي عشر سنين وهي عندي وانت عشر سنين كلها ومتصابر ما يمكنش رأخص تكون هذي المسألة هذي خص الواحد باشي تقدرني رأى نمشي إلا ما كدرنيش رأى ما مشيش لا هذي المسألة هذي ضروريين باش نحضروا معهم واضح شكرا لك دكتور كامل عباسي أخي صائف تقويم الأسنان شرفتيني ونورتيني شكرا لك شكرا لك موضوع آخر ان شاء الله شكرا دكتور احنا مازالي معكم سامينة الكرام هذه الأشرة 31 دقيقة على غاد وبلوس فقد يمشي فاصل شهري من بعد وفاصل الموسيقى ورجع لكم فابقوا معنا تلي بلوس تمييز ومصداقية